خلي اسمع رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني خلي اسمع وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلي اسمع العالم انا عرضت الاسبوع اللي فات بصمة لحج عامر حمزة تمام؟ عرضت له هاي البصمة اسمع من عدها وراح اقول لك شن اللي صار وراها انا هاي البصمة عديده لستاذ السامر اقل له وين في التوصال وين في التوصال استاذ السامر العالم صاحبين حوائل اسمع وانت قاعد حاربني من غير باب يرحم موتك يرحم اهلك يرحم جميع اموتك ليهنا انا بكافي استاذ السامر كافي والله كافي والله كافي انت اليوم مدير عام على عنو على راسي ما عندنا مشكلة السامر مدير عام في وزارة العمل والشؤول الاجتماعية حج عامر داز لبصمة ونشرها بالاعلام ودزلنا اياها تقول البصمة مثل ما سمعته واحنا عرضناها بالاسبوع اللي فات تمام عرضناها كاملة المهم وسامر لما نشاف الحلقة اردز بصمة الى حج عامر اش قله اسمع مو احنا صايرين بريت ما المدراء عامين ما شاء الله بس اسمع حتى يشوف رئيس الوزارة اش عنده طين اللي وراه شغل البصمة حجي هذا كلامك خطير هذا دير بالك تحشي شوي انت شين تهددني مثلا انا جاء تعاملوا اياكم انسانية وفق القانون اي يعني انا لو غيري انت موجيتني قتلي لني مالاتي مقدمهن وفتحت لك النظام عليك دون عن الاخرين شو هذا كلامك تستغير انا الباح امقع لك يمكن عشرة مدج قد شو ما عدك شغل ماشي يا حجي زين انتم عدكم مخالفات وانت هنا قاعد قتلي انا وقف لي ثلاثة شعر بس خلني تنزل الاجور وخلني نحول كفالة ليش ما جيتوا يلا انا سأسئلك سؤال وعدك انت محامي تعالي اليوم انا بالدارة قاعد تعالي بالله خلي شوف شو ما ماشيت لك محاملات راح انتظرك هنا وبابا مفتوحة اليك انت بالذات انت انا انت اتعاملوا لك دون عن الاخرين ورما نزلت البصمة ما الحج عامر عدنا بالبرنامج اسامة سمحها او شاف الحلقة دز هاي البصمة انا اريد ارد على اسامة شنو دون عن الاخرين انتو تتعاملون بمزاجيات شنو انت اتعامل وياك دون عن الاخرين هاي الوزارة مو مالة بواحد هاي الدولة مو مالة بواحد لكم كافي اشتغلوا نظام مؤسساتي خرب بلطونة امو طيح تحظل البلد شنو تتقلنا تعال انا اتعامل وياك بدون عن الاخرين انا اتعامل وياك بصفة غير ليش يومها هي مزاجيات انت مدير عامل مفروض كل الشركات تاخذ استحقاقها موت هاي الشركة مال فلان هاي الشركة مال صديقي هاي الشركة قابض من وراها هاي الشركة ماتتي وراح اطلعلك رح اطلعلك مال البصرة الشركة مال البصرة مال من يا اسامة حتى مرتفة ثانية تتعاملون ويا الناس بمزاجية وتتعاملون ويا الناس حسب اهوائكم ومزاجكم البلد هذا مو مالتكم البلد هذا مو مالة بواحد المفروض تحترمون المنصب اللي انتو وصلتوله بالفلوس تحترموه واللي يقتنع انه اكو احد يحمي واكو احد يسنده فهو غلطان لانه البعير من يوغا تكثر ستشاتشينة والعاقل يفتهم اشتركوا في القناة